عايزة روح لخبر سريع كده نشرته ونشروا موقع جريدة عقاف السعودية ده تقرير مترجم عن يعني هي اللي نشرته عقاف السعودية بس هو جاي نقلا أو مترجم عن وسائل إعلام فرنسية الحقيقة أنه العنوان نفسه يعني لفت نظرنا جدا هو الصراحة يعني صادم شوية العنوان نفسه أو الهادلاين بيقولك فيه تساؤل عما إذا كانت أعداد الموتى كافية كي تفتح بصيرتنا نحو كأس العالم 20-22 في قطر وعمل لك كده كواشن مارك أو علامة التفهام كبيرة جدا في العنوان الساب تايتل بقى جاي بيقولك أنه في يعني أيل لك أنه ألم تكن أعداد الموتى في قطر كافية ليه الكلام ده كله؟ لأنه الحقيقة من أكثر من سنتين ثلاثة في وسائل كتيرة في الإعلام بكلمنا على ما يحدث من النظام القطري ومقاطعة أنه يعني ما يحدث هناك لاستعدادات مونديال للدوحة 20-22 فكرة الناس اللي بتشتغل هناك بالصخرة فكرة موت العمال في ظروف عمل قاهرية في جدل كبير أنه في سلسلة من الإخفاقات القطرية كمان وأنه الدوحة ما بتعملش أي حاجة فعالية غير أن هي فقط بتطلق الوعود وأنه تقرير نفسه بقى اللي هو زي بقول حضراتكم نشروا موقع عقاب جريدة عقاب السعودية نقلا عن وسائل إعلام فرنسية أنه الكيل قد طفح والفاتورة في ازدياد دون إلقاء أي لوم على الدوحة دي طبعا مشكلة كبيرة والاتحاد النقابي الدولي كمان كان بالفعل متكلم على مخاوف من تعرض 4000 عامل لخطر الهلاك في قطر بحلول المباراة الافتتاحية يعني كان فيه تقارير من الاتحاد الدولي كان قيل لك أنه على ما يحصل المباراة الافتتاحية في 2022 ممكن يبقى عندنا 4000 عامل يعني فيه خطر كبير لأنه كل ظروف العمل هناك غير مناسبة لهم طبعا كان فيه تحقيقات قبل كده في 2013 اتعاملت أكدت وفاة 520 عامل من دول كثيرة نيبال والهند وبنجلاديش من بينهم 385 حالة وفاة غامضة يعني عمال اشتغلوا تحت ظروف صعبة جدا وفي النهاية للأسف حتى ما فيش ما حدش فاهم لغد الوقتي الناس دي اتوفت ازاي دي ظروف عمل أو كيف يدير النظام القطري الاستعدادات لمونديال 2022 في ايران